أحبائي في بشارة لوقا الإصحاح السادس نقرأ نفس الشي عن نفس المثل بس عاوز ألفت انتباهك لنقطين مهمتين في آية 48 مكتوب يشبه إنسان بنا بيتا وهون أحبائي الفكرة الأولى وحفر وعمق ووضع الأساس على الصخر هاي النقطة الأولى شايفين حفر وعمق ووضع الأساس على الصخر بعدين بيكمل بقول النقطة الثانية فلما حدث سيل في بشارة ما تلاحظ بقول فنزل المطر وجاءت الأنهار فالسيل هذا اللي أنا بتكلم عنه يتحول إلى نهر السيول صدم النهر ذلك البيت فمهم جدا يعني شفتوا التشابه اتنين بنوا المبنى متشابه الفرق هو الامتحان بمجيء العواصف وهي البيوت هاي الأساس فعلا تختبر لربما أحيانا تختبر عند الدينونة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة